ازاي يوكم النهاردة هنبدأ في تصميم متجر الكتروني ونبدأ بالخطوات الاساسية لانشاء اي متجر الكتروني او موقع الكتروني عمتة مصفة عامة والاختلافات بين الواقع الكتروني ومتجر الكتروني ممكن نتكلم عليهم في النص ولكن احنا اساسنا في الدورة بنتكلم عن انشاء متجر الكتروني اللي عمل منه من خلال التجارة الالكترونية تمام? فاحنا في تصميم هذا الامر عندنا في خمس حاجات اساسية. اول حاجة اللي هي شراء الهوست والدومين. الهوست دوت اللي هو السيرفر بيبقى هاي سبيد سيرفر. بيبقى مرفوعة للداتا بتاعتك حركة اللي انت بتعملها. والدومين النام اللي هو اسم الموقع بتاعك. الدومين اللي هو الاسم المتجر بتاعنا اللي هو كذا كذا دوت كوم. تمام? وتفعيل اللي هو زي الموقع اللي محرج بتخش على موقع بتلاقي اتش تي تي بي وفي موقع اللي هي اتش تي تي بي اس. تمام? الاتش تي تي بي اس دوت اللي هو متفعل عليه الاس اس ال. ثلاثة حاجة هنستخدمها اللي هي هنعمل انستوليشن للورد بريس. ومتصمم عليها تقريبا بتحوالي تلت مواقع العالم. وبعد كده الخطوة الرابعة بنعمل انستوليشن للثيم. الثيم اللي احنا نشتغل عليه. وبعد كده خامس حاجة عندنا ان احنا نبدأ نبني الصفحات اللي احنا هنبدأ نظهرها للناس. وكل الخطوات دي هنبدأ بقى ان احنا دلوقتي نمشيها خطوة خطوة ونبدأ ان احنا ندمج كل الكلام ده ببعض بحيث النواة طلع علينا في الاخر المتجر الالكتروني اللي احنا عايزين نصمم. احنا دلوقتي اول خطوة نعملها اللي هي الشراء الاسطدافة والدومان. وهنلاقي الرابط خصم 20% اضافي لهوستنجر على جميع خطات الاسعار. يعني ايا كان ايه الخصم اللي هوستنجر عاملاء. احنا هناخد خصم من خلال اللينك اللي هتطولكو في الدسكريبشن دوت. هناخد خصم عليه اضافي 20% تانية. علينا نمشي كمثال. احنا هنا لما ندخل على هوستنجر. فاحنا دلوقتي هنشوف ايه الاختلاف من ان احنا نشتري من خلال اللينك بتاعنا ومن غيره. تمام احنا اول حاجة هنا يفضل ان احنا نخش على اللغة العربية او بتشوف خطط الاسعار بالنسبة للخطط المناسبة لك فاحنا هنا مثلا بالنسبة لللي موجود هنلاقي هنا الخطط الاسعار. نخش على هوستنج وبعد كده ويب هوستنج. تمام? يبدأ يظهر لنا هنا خطط الاسعار المتاحة تمام? في عندنا اللي هي السنجل ويب هوستنج دي اللي هي استضافة بتشيل واحد دومان. تمام? الاختلافة جماعة بين دول احنا قلنا ان احنا اول حاجة بنشتري لهو الهوست والدومان تمام? فيه في من الاستضافات كزا نوع بيختلفوا في السرعة. وبيختلفوا في ان هو يشيل كام دومان نيم. يعني انت النهاردة بتشتري الهوست الهوست بيبقى غالي كتير عن الدومان. الدومان هو ببقى تكلفته من عشرة الاثناشر لخمستاشر دولار تقريبا يعني في الرينج ده مع اختلاف الازمنة والوقت اللي بنسجل فيه الفيديو دوت الاختلافات شبه محدودة يعني مش هيزيد يعني هو من عشرة لخمستاشر دولار تقريبا اللي هو دوت كوم تحديدا وبرده نخش في القصص دي تاني. تمام? احنا عندنا هنا ده اللي هو ده بيبدأ الشهر بتاعه بواحد دولار وتسعة وتسعين سنت تمام? وفيه هنا دوت اللي هو اللي هو اللي اللي هو بيشيل لحد ميت دومان تمام? بيشيل لحد ميت ويبسايت اللي هو ميت دومان. ودوت بيبقى باتنين دولار وتسعة وتسعين سنت في الشهر والخطة اللي انت هتشتريها هنا دي اللي هي تمانية واربعين شهر وبيديك عليها شهرين تمام? وبالنسبة للبزنس ويب هوستنج ودوت اللي احنا غالبا نحتاجه بالنسبة لو احنا بنعمل متجر الكتروني او بنعمل حاجة هيبقى عليها الترافيك عالي اللي هي الزيارات فاحنا نحتاج ان احنا خطة منها ودي بتلاتة دولار وتسعة وتسعين سنت في الشعر وهيدينا برضو شهرين مجاني تمام? احنا لو جينا هنا مثلا بالنسبة للوضع اللي احنا بنتكلم عليه في اختلافات هنا بين التلات باقات دول الباقة الاولى هي بتشيل واحد ويب سايت دي اللي هي بواحد دولار تسعة وتسعين الباقة التانية بتشيل اللي هي دي بتشيل لحد ميت ويب سايت ايه البزنس بتشيل لحد ميت ويب سايت طيب في فرق هنا في السعر بين كل واحد والتاني دولار تقريبا يعني هنا بين السنجل واللي بعديها واحد دولار وبين المست popular والبزنس في واحد دولار تاني مع العلم ان هنا يبقى فرق بين single والبزنس اتنين دولار في الشهر الواحد. تمام? طيب مع العلم ان ده هنا بشيل ميت دومان وده بشيل ميت دومان. تمام? طيب هنا اللي هو اللي هو المساحة التخزينية بتاعتنا هنا ده خمسين جيجا بالنسبة للي هو بشيل واحد دومان. وبالنسبة للي بشيل ميت دومان. بيبقى ميت جيجا وهنا في البزنس متين جيجا. تمام? طيب احنا علشان ما نخشش في تفاصيل طويلة معمقة بالنسبة لناس لسه الخبرة ضعيفة في الموضوع في البداية فاحنا هننصح من البداية في ان اللي هيعمل موقع الكتروني واحد بس فهو عليه باختيار اللي هو السنجل ويب هوست ده. واللي هيعمل كزا موقع الكتروني مش متجر الكتروني عليه اللي هو بريميوم ويب هوستنج ده اكتر حاجة نرشحه له واللي هيعمل متاجر الكترونية وحاجاتها يبقى عليها الترافك عالي ومبيعات من خلالها فمحتاج سرعة عالية جدا فهنحتاج اللي هو البيزنس ويب هوستنج تمام? طيب احنا هنا كل الاسعار دي قبل الخصمة. احنا مسلا لو جينا دخلنا على البيزنس هنا هنلاقي اللي هو تلاتة دولار وتسعة وتسعين سنت. لما هنيجي نخش ان احنا نشتريها هنا هنلاقي مكتوب لسه تلاتة دولار وتسعة وتسعين سنت. طيب. فهين ان احنا لو دخلنا هنا من خلال يعني هسيب لكم الروابط في وصف الفيديو. لو دخلنا هنا مثلا فيديو زي دوت بيشرح نفس الموضوع بتاعنا. ويبقى في برضو استفادة اكتر يعني في الخطط تقريبا. لو جينا هنا دخلنا على الفيديو دوت. هنيجي هنا على اول لينك هنا رابط خصم وستنجر يصل لتمانية وتمانين في المية والرابط ده حصري بيدي عشرين في المية خصم اضافي. وده مش موجود تقريبا عند كل الناس. تمام? فاحنا دخلنا هنا السعر الاساسي بتاعنا هنا لما كنا بنتكلم على الفرق بين اللغات العربية والانجليزية. فاحنا هنا كنا دخلين من الاول خالص على اللغة الانجليزية. فبيبقى ليها اسعار مختلفة اللي هي في الانجليش هنا مدينا ان هو بتاعها باتنين دولار وتسعة وتسعين سنت. وكنت بقول لكم اختار اللي هي العربية علشان العربية عندنا هنا بتبدأ من اللي هي هي بدل اتنين تسعة وتسينية بتدة باتنين تسعة اربعين مش ده الخصم احنا لسه ما خدناش خصم يعني. بتنين تسع وخمسين سورة. فاحنا هنا لما امدوس عليها هنا اضيف الى السلة هنلاقي اه هنلاقي السعر تغير بقى من اتنين دولار وتسعة وخمسين سنت الاتنين دولار وسبعة سنت تقريبا على الخصم الواع���арт منه ان انت هنا, هتلاقي مكتوب هنا تم تطبيق خصم احالة بقيمة عشرين في المية. ده هنا انت حصلت على الخصم. ايه اللي اختلاف بينه وبين التاني. هنا بالنسبة ليه الوضع التاني ده حتى لو جينا نقلناه برضو هنا عملنا عربي ده اللي هو من غير الكودة الخصمة بتاعنا. ده احنا دخلنا هنا اهو بقى اتنين تسعة وخمسين عادي جدا لما نقلناه عربي. وبعد كده هنخش ان احنا نختار الباقة. اللي هي اتنين تسعة وخمسين هي زي ما هي. لما هنخش هنا على الفاتورة بتاعت الدفع هنا هتلاقي اتنين دولار وتسعة وخمسين. وهنا مش هتلاقي الخصم العشرين في المية. احنا هنا كده كده معنا دومين مجاني هتلاقي هنا اجمال اللي مطلوب منك تدفعه مية اربعة وعشرين دولار. في حين ان انت لو دخلت من خلال اللينك بتاعنا واخدت نفس الباقة هتدفع تسعة وتسعين دولار وستة واربين سنت. فيه فرق تقريبا بتاع حوالي خمسة وعشرين دولار. ودول اللي هم فرق العشرين في المية اللي بنتكلم عليه. هنا مكتوب تم تطبيق خصم احالة عشرين في المية. هنا في الناحية التانية. مش مكتوب تم تطبيق خصم الاحالة عشرين في المية. تمام ده الاختلاف اللي بين الحالتين بتاعه. طيب بنشتري ازاي? احنا خلاص اخترنا الباقة اللي هي المست بوبيلور دي. تمام después عندك لها كزا نزام. طبعا نزام شهر واحد دا طبعا يعني يعني ما ينفعش ان انت تشتري استضافة لمدة شهر واحد تقريبا ما لهاش لازمة يعني ده غير يعني 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 تقريبا انت اصلا على ما تصمم الموقع بتاعك مسلا اه ممكن ان احنا هنصممه في في ساعات معدودة فعلا ولكن هتحتاج انت بعض التنسيقات وبعد التعديلات فيه ممكن تاخد فيها اسابيع على حسب نظام شغلك ان انت محتاج ان ده يبقى فوق بدل تحت ده من في اليمين بدل الشمال على حسب الشغل بتاعك بتبدأ ان انت تغير التنزيقات بتاعت الموقع بتاعك تمام وفي عندك اينا اللي هي ال 12 شهر ودي اقال لحاجة المفروض ان احنا نبدأ بيها يعني اللي هي ال 12 شهر تمام وفيه ال 24 شهر اللي هي سنتين وفيه ال 48 شهر وهي اكتر حاجة بالنسبة للناس اللي هتكمل عملا في الموضوع وبالنسبة للناس اللي بتشتري الاستضافة اللي هي مش بتشيل دومان واحد لان اللي بتشيل دومان واحد مش هتعرف تعمل تاني غيره ولكن الميزة في اللي هي الباقة المتوسطة اللي هي الاكسر شيوعا والباقة البزنس ان هما الاستضافة بتشيل لحد مية فانت حضرك عملت موقع الحاجة والحاجة دي ما اشتغلتش او فشلت او ما الى ذلك انت معاك الاستضافة بتاعتك زي ما هي انت كل اللي هتعمله هتدفع اتناشر دولار علشان تشتري دومان جديد باسم جديد ان انت تشتغل عليه وفي دومانات بواحد دولار اللي هي الحاجات دي لسه هنبدأ ان احنا نتكلم فيها احنا طبعا علشان نمشي متجر الكتروني او موقع الكتروني الافضل لاي حاجة ان احنا بنختار دوت كوم ليه دوت كوم اول حاجة علشان الاختصار بتاعه كنترول انتر الناس متعودة عليه تاني حاجة علشان آآ جوجل بارشفه بسرعة جدا عن الاكستنشنات التانية التالت حاجة ان هو اكتر حاجة الناس بتستخدمها تقريبا في المتاجر والمواقع الالكترونية وهو الاشهر يعني عليهم كلهم يعني تمام طيب احنا هنا هنختار ان احنا دلوقتي بنصمم المتجر الكتروني لو بتصمم موقع بتاعك عادي بتاع اي معروضات عندك فينفع عادي معاك برضو اللي هي البقى اللي هي المست ببيولار دي اللي هي باتنين دولار وتسعة وخمسين اللي هي هتبقى في الاخر باتنين دولار وسبعة سنة تمام ولكن لو احنا هنعمل ماتجر الكتروني هيب عندنا الزيارات عالية ومحتاجين سرعات اعلى والزيارات هتبقى مكسفة نوعا ما عن اي موقع عادي فهنيجي هنا بتدوس هنا على استضافة وبتختار هنا استضافة مواقع مشتركة تمام وبعد كده نخش منها على الخطة اللي هي استضافة مواقع اعمال تمام استضافة مواقع اعمال ده لو احنا هنعمل ماتجر الكتروني وده الموضوع اللي احنا نشغلين عاليا حاليا هيا كانت ب3 دولار تسعة ودعين قبل الخصم تقريبا بعد الخصمة اتقلamb 3.19 سنت تمام طيب احنا لو جينا برضه من الموقع التاني اللي احنا داخلين منه من غير كود الخصم بتاعنا من غير اللي هو اللينك بتاعنا اللي هو في وصف الفيديو اللي في يلي نحناえば من ما يمكن على الموقع دقaćه تمام فده هنا اللي هي لتلاتة دولار تسعة وتسع specialty ومعاها الى شهرين ما جاين احنا قلبنا اللغة العربي وزبطنا الدنيا تمام. علشان تبقى المقارنة صادقة. هنا تلاتة دولار وتسعة وتسعين سنت. هنا الفاتورة هنا مفيش خصم. تمام موجود. هنا عندك المطلوب من حضرتك تدفعه مية واحد وتسعين دولار واثنين وخمسين سنت. اما بالنسبة لان انت دخلت من اللينك بتاعنا اللي مطلوب من حضرتك تدفعه مية تلاتة وخمسين دولار واثنين وعشرين سنت. هنا مكتوب تم تطبيق خصم الاحالة عشرين في المية. وحصلت تقريبا على فرق اربعين دولار تقريبا فرق ابن دي وبن دي او تمانية وتلاتين دولار ادق يعني. طيب احنا هنا هنجي ان احنا نفترض ان احنا هنا بنشتري دي طبعا انت مش لازم تشتري لاربع سنين بس انت اقل حاجة هتشتريها اللي هي الانتناشر شهر. طيب? بس هنا طبعا في اختلافات في الاسعار بان احنا هنا اللي اتناشر شهر بستة دولار الشهر والعشرين شهر اللي هي السنتين. دي الاسعار دي طبعا بعد الخصم. اللي هي بتلاتة دولار تسعة وتسعين. احنا ممكن نرجع نشوف هنا الاسعار دي قبل الخصم ايه? قبل الخصم هنا. اللي هم خارج اللينك بتاعنا. هنلاقي ان دي بتبدأ بسبعة دولار تقريبا. اللي هي هنا بخمسة دولار ونص بعد الخصم. وهنا دي دي اللي هي سنة. واللي هي السنتين بتلاتة دولار تسعة وتسعين سنت هنا قبل الخصم. بعد الخصم علش سوريا انا اسف هنلاقي هنا قبل الخصمة هي بربعة دولار تسعة وتسعين في فرق دولار تقريبا في الشهر فاربعة وعشرين يعني افرق معك فاربعة وعشرين دولار تقريبا في هنا دي اللي هي تلاتة تسعة عشر بدل من تلاتة تسعة وتسعين تمام ودي تفرق كتير ودي ارخصهم بقى عمتا وهيديك معاها كمان شهرين مجانا فانت الخطة بتاعت الاسعار ترجع للخطة بتاعتك وللميزانية المتاحة عندك الافضل فيهم كلهم طبعا اللي هي لتمانية واربعين شهر عشان هتاخد شهرين مجاني دول بستة دولار الى جانب ان انت هتوفر تقريبا حوالي اربعين دولار انا هتوفر كله بتحوالي خمسة واربعين دولار تقريبا. طبعا لو دخلت من خلال اللينك بتاعنا وعلشان تتأكد ان انت حصلت على الخصم لازم هنا تلاقي مكتوب تم تطبيق خصم حالة عشرين في المية طبعا يا جماعة الاسعار متغيرة باستمرار يعني النهار ده لما بنشرح الفيديو ده بنشرح على ان الباقع البيزنس باربع دولار تقريبا فاحنا بناخد هنا بتلاتة تسعتاشر انا ما عرفش وقت ما تيجي ان تشتريه هتكون اعلى او اقل انت من خلال اللينك بتاعي ايا كان السعر اللي موجود هيديك عليه خصم عشرين في المية طالما دخلت من خلال اللينك بتاعنا اللي في الديسكريبشن الفيديو او اي فيديو تاني موجود بيشرح استضافة وستينجر او كابوناتة الخصم بتاعها هتدوس على اول رابط هنا اللي هو رابط خصم وستينجر يصل لتمانية وتمانين في المية اللي هو ده اخره كيدي ده لما بتدوس عليه بيفتح لك الصفحة بتخش تختار الخطط وانت بتدفع الفاتورة بتاعتك هتلاقي هنا الخصم الى عشرين في المية تمام اتمنى اكون وضحت جميع الامور المرتبطة بالمواقع والاستضافات يعني تمام اكده هنا بتيجي تختار الطريقة اللي انت هتدفع بها احنا احنا مسلا بنقول له ان احنا هندفع هنا من مصر فهنا نيجي نختار هنا مسلا الفيزا او الاتم او اي كارت اتماني هنلاقي هنا الحاجات موجودة من هنا البيانات اللي احنا المفروض نتخزينا لو انا عايز ادفع انتريل بايبال هلاقي هنا مكتوب الوضع يتغير خالص وهنا بقول ارسل الدفع الامن آآ عايز تدفع من خلال فوري موجود عادي ان انت هتدوس هنا مسلا للناس اللي عايزة تعرف ازاي تستخدم فوري اكيد موضوع الفيزا كل الناس عرفاه هتم له هنا البيانات بتاعتك هنا الاسم زي ما هو متسجل على البطاقة هنا رقم الكارت هنا الكارت هنا السي في سي اللي هو اخر تلات ارقام من دهر الكارت او معلش انا اسف تلات ارقام المتخزنين على دهر الكارت هنا ده التاريخ بتاع الانتهاء بتكتب الشهر لو هو قبل قبل شهر عشرة بتكتب قبليه زيرو بس يعني مسلا شعري تسعة نكتب زيرو تسعة آآ السنة بنكتب اخر ارقام بس يعني احنا مسلا لو كارت هيخلص فيه الفين سبعة وعشرين فنكتب سبعة وعشرين تمام طيب نيجي هنا للناس اللي عايزة مسلا تعرف ازاي ادفع عن طريق فوري بيدوس على فوري وبعد كده يدوس ارسال لدفع الامن هيقول لك اول حاجة انت مدخلتش الايميل بتاعك هتكتب الايميل بتاعك البريد الالكتروني بتاعك تمام هيروح فتح لك الصفحة بتاعتك هنقول هنا ارسال الدفع مثلا فايجي هنا وكرية لنا الحساب على الايميل ده وهيكون جالك على الايميل بتاعك دوت ناتفكيشن من واحاول افتح لك ايميل عندي مسلا قديم ان احنا نشوف منه الموضوع ده مش هنا جايب لك ان انت تدفع هو بقولك تواصل من الشراء مع فوري يعني ادفع مية دلاتة وخمسين دولار الامور المطلوبة منك كزا ستظهر نافذة منبسقة عندما خلال اكتمال عملية الشراء بامان تمام اوكي مسلا اقول تواصل مع فوري اما هدوس هنا على تواصل مع فوري خلال تمام تمام بالنسبة ليه الدفع من خلال فوري طيب الدفع العادي بقى عندنا ليه كزا طرق تانية واسهلهم اللي هو البطاعة الاقتمانية ودي بتدفع من خلالها عادي بس ومستنيكم بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نبدأ ان احنا ازاي نستخدم الدومان وازاي نختار الدومان المجاني وازاي نعمل الساب دومان التوفيه ان شاء الله للجميع وان شاء الله الرابط كلها موجودة في وصف الفيديو وفي اول تعليم هتمنى اكون في التوكم وبالتوفيه للجميع ان شاء الله لو في ايضا افصار مستني الكمنتات